بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بعض معاني قوله سبحانه وتعالى أفأمين مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر لا شك إخواني الأعزاء أن الله سبحانه وتعالى حذر نفسه وأمر عباده أن يتقوه حق تقاتي وذكر أن بطشه شديد إن بطش ربك لشديد وذكر أنه قادر منتقم وقص علينا في القرآن في أكثر من موضع مصارع الكفار والجبابرة والذين حربوا الله سبحانه وتعالى ووقفوا ضد منهجه واضطهدوا عباده المؤمنين ونكلوا بهم أقول الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون استفهام إنكاري هل يأمن هؤلاء المجرمون الذين يبارزون الله بالمعاصي أن يأتيهم عذابه وهم نائمون هل أمنوا أن يأتيهم عذابه وضحا ضحوة النهار وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين لا خلاق لهم والذين لا عقل لهم ولا تدبر ولا قراءة فيما مضى ولا ما سيأتي أين عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة ألم يهلكهم الله بريح عاطية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما وأين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ألم يهلكه الله شرها لك وأبقى جثته عبرة وآية لمن يأتي بعده فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ثم أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويخبر هؤلاء المعاندين الذين لا يأمنون مكرا ويعصونه بنعمته التي أسبغ عليهم ظاهرة وباطنة يخبرهم بأنه لا يؤخرهم نسيانا ولا عجزا حاشا ولكن ليوم تشخص فيه الأبصار لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الآمنين مكرى أنهم يسكنون في مساكن الظالمين السابقين وهؤلاء الظالمون السابقون بيّن لنا كيف كانوا وكيف صاروا فعلى من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتذكر قبل فوات الأوان وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب توبة النصوحة قبل أن يحل به ما حل بمن قبله من الظالمين السابقين الذين بيّن الله سبحانه وتعالى نصارعهم وكيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر وكيف أخذهم وكان أخذه أخذ عزيز قادر وبيّن لهم كذلك أن هؤلاء كانوا أشد منهم وأكثر أولادا وأموالا وأكثر جمعا ولكن لم ينفعهم ذلك حين حل بهم العذاب والمؤمن العاقل من التعظى بغيره والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخافون مكره وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من من يخشونه حق خشيته ويتقونه حق تقاته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا